يا أهلا وسهلا أجمل إخوات في الدنيا وحشتوني قوي قوي من القصة اللي فاتت لكن النهاردة جاية وجايبالكم قصة جديدة بس قصة النهاردة مختلفة جدا متأكدة أنها هتعجبكم كلها أحداث وتطورات غريبة غير متوقعة علشان كده أنا واسقة ومتأكدة مليون في المية أنه كلكم هتحبوا القصة دي جدا لأنها فعلا دخلت قلبي بقلم الكاتبة أنوش أحمد بجد القصة ممتعة جدا وقبل ما نبدأ قصة النهاردة ياريت ما تنسوش تصلوا على النبي واتفجروا زر اللايك علشان تشجعوني أنزلكم قصة باستمرار وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة واتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار أول ما نزل قصة جديدة يلا بينا نبدأ روايتنا بتبدأ أحداث روايتنا في حي بسيط جدا وبيت صغير كانت موجودة فيه بنوتة جميلة وزي الأمر اسمها تالة تالة بنت كيوت جدا وبسيطة عيشة لوحدها بعد وفاة أهلها في حادث اضطرت تعيش لوحدها تالة عندها 18 سنة في 3 سنوة لسه بتدرس ومتفوقها جدا في دراستها وبعد الدهر بتشتغل في محل توصيل الأكل علشان تقدر تصرف على نفسها وكمان تصرف على دراستها في اليوم ده كانت تعبانة جدا لأنها كان عادة أول ما بتخلص دراستها بتروح على الشغل وتنظف البيت وبعدين ترتاح وتنام بعد ما خلصت شغل البيت وكل اللي وراها جهزت ولبست لبس المدرسة وكانت مستحدة علشان تروح على مدرستها وهي كلها حماس لأنها بتحب دراستها وبعد ما وصلت المدرسة شافت الإعلان هو عن مسابقة مسابقة لأفضل طالب المدرسة كانت عامله واللي هياخد المركز الأول هيروح منحة لمدرسة كبيرة جدا اسمها مدرسة سون سون الدولية وطبعا المدرسين اتفقوا بالإجماع إن أفضل طالبة وأشطر طالبة وبتفوق هي تالة تالة كانت بنت شطورة جدا وكمان بشهادة كل المدرسين وقرروا إن تالة هي اللي هتشارك في المسابقة وإن إن شاء الله هي اللي هتكسب تالة أول ما عرفت الخبر ده كانت فرحانة جدا وروحت على بيتها على طول وذكرت ذكرت كتير ليل مع نهار علشان تقدر تدخل مدرسة سون لإنها كانت المدرسة دي حلم من أحلام حياتها ولإنها غالية جدا ما تقدرش أبدا تروح المدرسة دي في يوم من الأيام كان فاضل إسبوع على المسابقة بقى التالة تروح على شغلها كل يوم وأول ما ترجع تقعد في البيت على طول علشان تذاكر علشان تقدر تفوز في المسابقة دي وبعد تعب طويل وإرهاق جاه يوم المسابقة والمعلمين سألوها أسئلة كتير جدا داخل المنهج وكمان خارج المنهج وأخيرا طلع القرار أخدت تالة المركز الأول وأخدت المنحة علشان تقدر تروح مدرسة سون الدولية وتقدر تدخل المدرسة اللي بتحلم بيها طول حياتها أما بقى تاني يوم راحت على طول تالة على المدرسة الجديدة مدرسة سون وكانت منبهرة جدا من جمال المدرسة لكن الغريب إنها كانت بتشمأز من شكل الطلاب شكلهم غريب وتصرفاتهم وطريقة لبسهم كمان وكمان طريقة كلامهم بيتكلموا باسلوب غير اسلوبها تماما وفجأة المدرسة كلها بتتقلب رأسا على عقب بسبب الفورستار وهم أغنى شباب وكمان حلم لكل فتاة في المدرسة لكن الغريب هقق النتالة كانت وقفة بتبص بتتفرج من بحيد ومش فهمة إيه اللي بيحصل بالزبط تعالوا علشان أعرفكم على أبطال روايتنا ده بقى يكون أدهم ابن رجل الأعمال أحمد الجرحي يملك أكتر من عشر شركات في الاستيراد والتصدير والفاشن وكمان غيرها كثير قوي قوي أما ده اسمه سليم وهو ابن المليونير عماد الدين رشوان صاحب أكبر شركات الحديد والصلب وكمان وسيم جدا وهدي ونروح للشخص التالت وهو ليس ليس العمري وهو أحد مؤسسي مدرسة سون ورجل أعمال مشهور جدا داخل وخارج البلد بيحبوا واقع لششته هتعرفوا قصته لما نبدأ روايتنا مع بعض ونروح للبص رسلان الشفعي رسلان الشفعي ابن سليمان الشفعي صاحب مدرسة سون وصاحب أكبر شركات السياحة في البلد وهو كمان يكون شريك ليس في المدرسة المهم الفورستار دول أصحاب مقربين جدا وكل البنات بيحبوهم موت وبيتمنوا أنهم يرتبتوا بوحدة منهم أول ما وصلوا وقفوا البنات كلهم طبور علشان يقدروا حتى أنهم يشوفوهم أو يتكلموا معاهم لكن إلا بنت واحدة وهي تالة البنات كانوا مستوربين ومتدايقين منها جدا وابتدوا يحسوا قد إن البنت دي متكبرة لكن بقى رسلان طلع الكرت الأحمر علشان البنت دي خلفت القوانين والقواهد بتاعته كرت الأحمر ده معناها أنها تشوف أيام صعبة طول ما هي في المدرسة أما بقى ليس في اليوم ده كان غيره تماما وكان هادي ولطيف جدا وكان بيحاول يساعدها على قد ما يقدر ويحاول يعرفها عن كل حاجة في المدرسة ويحكي لها عن كل شخص لكن رسلان بعد شباب علشان يحاولوا يقربوا منها وكمان يصوروها وتبقى فضايح في المدرسة كلها ليها وهو ده الكرت الرابح بتاه الكرت الأحمر لكن ما قدرش يعمل هدفه وأول ما الشباب ابتدوا يقربوا عليها ابتدت تصرخ بأعلى صوت وفجأة قرب عليهم ليس أنقذها وضربهم كلهم علشان يقدر يحميها ويحافظ عليها أما بقى تالة ابتدت تعجب بيه جدا ابتدت تحس قد إيه الشخص ده شجاع هتحس من جواها أنها معجبة بيه جدا لكن هو كان بيعتبرها صديقة ليه مش أكتر لأنه عنده حبيبة بيحبها جدا وهي يا ميرا صديقة طفولته لكن ما كانش عنده الشجاعة الكافية علشان يروح يعترف لها في يوم من الأيام وعمرها في حياتها ما فكرت فيه ولا حست من جواها أنه في يوم من الأيام هيكون لها حبيب بالعكس هو صديق مش أكتر وفي يوم من الأيام ميرا كانت عاملة حفلة حفلة كبيرة جدا وعزمت فيها بكل ومن ضمنهم تالة اللي راحت وكانت طلعة زي الأمر رسلان أول ما شاف تالة بالشكل ده كان مش قادر يشيل عينه من عليها كان عمال يتفرج عليها وبس واتفاجئ بجمالها وبشعرها الأسود الطويل الجميل اللي زادها جميل ليس أنا عاوزت له منك طلب ممكن ترقص مع تالة بصراحة أنتو شكلكم يجنن وأنا متأكدة أنكم لو رقصتوا مع بعض هيبقوا شكلكم حلوة قوي يلا يا ليس أرقص مع تالة وفعلا ابتدى ليس يرقص معها وتالة كانت في كمة سعادتها كانت فرحانة جدا وكانت مبسوطة لأنها كانت معجبة بيه من كل قلبها اللي كان قاعد بيتفرج عليهم هو الرسلان وكان متعصب وغطبان على الآخر وغيران في الوقت ده ليس هيكرر يعترف لميرا بكل حاجة ميرا أنا كنت عايزة أكلمك في موضوع أنا عارف يعني أن الوقت مش مناسب بس مش قادر أخبي مشاهري أكتر من كده ميرا أنا بحبك بحبك قوي ومن زمان وانت مش حاسة بيا يا تارة بتبدلين لنفس الشعور ردت عليه ميرا وقالت اللي انت بتقوله ده ليس إحنا صحاب صحاب من وإحنا لسه صغيرين يعني أنا شايفك أخويا وبصراحة مستحيل أشوفك حبيب وكمان أنا هسافر بكرة روسيا وهكمل دراستي هناك علشان كده أنا عاملة الحفلة دي يعني مستحيل تشوفني تاني يا ليس أرجوك اعتبرني زي أختك ولازم نفضل نرسل بعض ونتطمن على بعض لا أرجوك يا ميرا أقعد سفري أنا مش هقدر مش هقدر أبدا نعيش من غيرك أنا 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 بحبك علشان خطري حسي بيا أنت حب حياتي وما كنتش قادر أقولك الكلام ده لكن دلوقتي حستت أني قادر أعترف لك بحبي بحبك يا ميرا تايلة كانت وقفة وكانت سمع كل الكلام وكانت متضايقة ومصدومة وفجأة ميرا وجهت كلام وهي بتبص لتالة وكانت بتقول دور حواليك كويس يا ليس وهتلاقي اللي تحبك وكمان تحبها تالة أول ما سمعت الكلام ده طلعت تجري وهي منهارة كانت متضايقة جدا لأنها عرفت أن ليس بيحب غيرها وهي بتجري وعملت عيض مع الأسف ما كانتش شايفة قدامها وخبطتها العربية رسلان كان بيجري وراها علشان يتطمن عليها وانصدم لما لقاها كده وهي قوم عليها في الأرض أخدها بسرعة وشالها علشان يجري بيها على المستشفى كان زعلان جدا عليها وعلى حالتها وابتدى يفهم هي بتحب مين وعايزة مين وبعد ما راح المستشفى كان قاعد جنبها وهو زعلان وقلبه بيوجع عليها جدا وكان مستني اللحظة اللي تفوق فيها وأول ما فائت قالت ايه ده انا فين انا مش فاكرة اي حاجة رسلان انت ايه اللي جابك هنا هو ايه اللي بيحصل بالزبط رد رسلان وقال تالا انت خبطتك العربية وجبتك هنا المستشفى قوليلي انت كويسة حاسة بايه افتقرت كل حاجة سمعتها وفضلت تعيط قلبها كان مجروحة جدا وموجوحة لانها بتحب ليس في الوقت ده رسلان اتأكد انه بيحبها جدا وانها البنت الوحيدة اللي استحوزت على قلبه واللي قدرت تمتلكه محدش ابدا قدر يوصل لقلبه غيرها وهيقرر انه يعترف لها بحبه تالا انا كنت عايزة اعترف لك بمشاعر جوايا مش عارفة تحس بيا ولا لأ وهتكوني حاسة بنفس المشاعر دي ولا لأ بس انا انا بحبك بحبك قوي يا تالا ومستني اللحظة اللي تعترفيلي فيها وتقولي انك بتحبيني علشان تجوز تالا بتحبيني زي ما بحبك لكن مع الاسف ردت وقالت الرسلين انا اسفة مش عارفة اقولك ايه بس انا بحبك بس زي اخويا مش اكتر انا انا بحب ليس وهو مع الاسف ما بيحبنيش بيحب ميرا وميرا اصلا ما بتحبوش ايه العذاب اللي احنا فيه دا انا اسفة يا رسلين اسفة جدا مش عارفة دي انا بحترمها قوي بس انا مش بحبك وبترفض تالا العلاقة دي تماما وبيعدي وقت كبير وهتكون فيه رحلة في المدرسة وهيطلعوها كلهم وكمان تالا تالا بعد ما بتوصل الرحلة بتكون قاعدة لوحدها على البحر سرحانة وبتفكر بتفكر في كل حياتها بتفكر في مستقبلها اللي هتعيشوا لوحدها من غير اي شخص يحبها ولا تحبه قرب عليها ليس وقعد جنبها على البحر وقال هو انا ليه معديش حبيبة زيك انا هحكيلك حجايزي هحكيلك حبي الميرة من وحنا صغيرين وانا قلبي قدقي مجروح احكي يا ليس احكي واعتبرني صديقة مش اكتر لاني مستحيل اكون ليك اكتر من صديقة رد وقال انا كنت بحبها من وحنا صغيرين بس كنت دايما بقول في بالي لا احنا اصدقاء واكيب دي مشاهر مزيفة لغاية مجبرنا مع بعض وابتدى الحب دا يتعلق بيها كمان وكمان وحبها اكتر وحاولت كتير اعترف لها بحبي لكن بصراحة مقدرتش لاني مكنتش حاسس ابدا انها بتحبني ويوم الحفلة اعترفت لها بحبي لكن رفضت رفضت حبي حبي الصادق وقاعد يا عاية كان حاسس انه ضعيف جدا وكان حاسس انه مرتاح وهو بيتكلم مع تالا وفجأة قربت عليه وحضنته وكانت بالطبطب عليه وكانت مدايقة جدا لانها شايفة بالوضع ده وقالت ليسو ممكن لو سمحت ما تبكيش مش حابة شوفك أبدا ضعيف أرجوك لو كنت غلي عندك مش عايزة شوفك في الوضع ده تاني انت تستاهل واحدة أحسن بكتير وتحبك وتحبها رض عليها وقال تالا أنا عايزة أعترفلك باعتراف لسه حاسس بيه دلوقتي حالا انت حلوة حلوة قوي يا تالا وفجأة هما الاتنين حضن وبعض وبعدين هيبصه ويحسوا انهم في عالم تاني أما الرسلين فجأة طب عليهم وشاف كل حاجة وقصات عينه كان متعصب جدا ومتهي ابتدا يحس ان الغيرة بتقتله مش مصدق أبدا ان يشوف تالا في الوضع دا مع ليس صاحبه مع حبيبة عمره حاولوا يفهموا يفهموا الوضع لكنه ما فهمش أنا يا رسلين انت فهمت غلط أنا هفهمك كل حاجة اللي حصل دا مش حقيقي احنا مش حارف حصل ازاي بس أنا هفهمك هفهمك كل حاجة لكنه ما رضش عليهم وسبهم ومشي كان حاسس ان قلبه مكسور ومش مصدق أبدا ان الوضع اللي شافه شافهم في وضع سيء جدا تيلا ما كانتش عارفة هي ليزة علينا قوي كده ومتدايقة ان الرسلين شافها في الوضع دا ومش عارفة اللي حصل بينها وبالليس قد ايه كانت متدايقة منه وندمانة عن اللي حصل وكانت حاسة ان اللي حصل دا كان غصبا عنها وما كانتش حباه أبدا ولما حصلت الحاجة دي تدت تحس انها ما بتحبش ليس وفجأة اتصل بيها ليس وقال لها الغير متوقع ايه انت بتقول ايه معقول الرسلين هيسيب البلد كلها وهيسافر لا احنا لازم نمنعه هارجوك يا ليس هتجمعهم جمع الشباب ولازم نروح له وفعلا الرسلين قرر انه يسافر ويترك البلد كلها لانه حس انه انه هزم وانه خسر كل حاجة حبه همره وكمان صديقه اللي بيصق فيه وفجأة الشباب كلهم كانوا موجودين وتلعوا يجروا وراه علشان يوقفوه وما يخلهوش يسافر وفجأة وقفوا الشباب على جم اول ما سمعه تالة وهي بتصرخ بأعلى صوته وبتقول الرسلين بحبك ما تسبنيش وعد سبني يا الرسلين ممكن تكمل معايا كمل معايا بقيت حياتي انا بحبك قوي بحبك يا الرسلين وفجأة قرب ايده علشان تجري في حضنه وجريت عليه تالة وترمت في حضنه وهم الاتنين كانوا فرحانين جدا معقول انت بتحبيني ازاي وامده انا مش مصدق نفسي كان نفسي قوي يا تالة هاسمع منك الكلمة زي وهتكوني بتقوليها علشان بس ما تخلينيش أسافر انت مش متخيل انا حبيتك قد ايه انت الانسانة الوحيدة اللي قدرتي تسيطري على مشاعر وتخليني شخص تاني اكون طيب غير الشرير بتاع زمان عندك حق كنت شرير قوي واول ما دخلت المدرسة كنت بتحاول تعمل تعمل مشاكسات كتير علشان تضيقني وتطفشني بس سبحان الله حسيت ان لما انت مشيت وكنت هتسافر حسيت كأنك خلاص بتضيع من ايدي ووقتها فهمت وحسيت وعرفت قد اي انا بحبك انت يا رسلان واخيرا الرسلان وتالا اتخطبوا هما الاتنين وكانوا في كمة سعادتهم كانوا اسعد اتنين في الدنيا وتالا مش حبته بس دي عشقته موت واخيرا هما الاتنين بعد ما خلصوا الجمعة وتخرجوا كانوا اليوم ده فرحانين جدا ومبسوطين لانهم اخيرا عملوا انجاز كبير وتخرجوا هما الاتنين وبعد التخرج على طول اتجوزوا هي ورسلان اتخرجوا من كلية هندسة وليس كلية تب وادهم كلية شرطة وسليم كلية صيدلة وكانوا عاملين فرح اسطوري فرح كبير جدا من اكبر الافراح اللي اتعملت في البلد اللي الناس هتحكي وتتحاكي عنها لسنين قدام واخيرا اتجوزوا وعاشوا قصة حب جميلة مع بعض وبعد ما روحوا بيتهم في الجناح الخاص بتاع رسلان وتالة هما الاتنين اتودوا وصلوا علشان يبتدوا حياة جديدة مع بعض وفجأة راحت تالة ولبسة بيجاما شكلها غريب جدا وكانت مكسوفة وبصة في الارض وكانت لبسة مقفول وبكم رسلان قرب عليها وكان بيقول هاي ده هو انت البيجاما اللي انت لبساها دي دي فيها لومد ولا انت هتنوري بقولك ايه ها النهاردة ليلة دخلتنا يعني ما نفعش اللبس اللي انت لبسا ده خالص بصي بقى فيه فستان حلوة قوي انا جايبه لك موجود في شنطة في الطولت روحي ولبسي لأ بصي تعالى هنا وانا اقول لك بصي يا سرسلانيا بتاع البنات يمقطع السمكة ودلها مهانا مش بتاعت الكلام ده مالها البيجاما دي جميلة وبعدين بكم ومحترمة وبعدين يعني الجو برد قوي هو انت مش حاسس ان الجو برد ولا ايه صحيح انت احنا في عز الحر بس مش مهم انا بردانة علشان كده انا عاوز البسي البجاما دي بقولك ايه روح نام انام نعم جاي النهاردة وتقولي لي روح نام لا 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 اللي انت بتعمليه ده مش هيمشي معايا تماما يلا يا حبيبتي اسمعي كلام جوزك علشان ربنا يحبك ما يا حبيبتي لازم تتعي زوجك يلا خشي على الطولت والبسي اللي انا حطته لك جوه واول ما دخلت ولبست الفستان لقيته فستان قصير جدا ومكشوف من كل الاتجاهات لونه اسود وشكله يجنن عليها لكنها كانت مكسوفة وفدلت تقول ايه ده الفستان كله مكشوف لا 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 هانا اطلع قدامه انا بالشكل ده لا طبعا مستحيل ماشي يا استاذ رسلان انا بقى هعلمك ازاي تجيبلي فستان قصير ومكشوف زي ده ماشي اللازم تسمعي كلام جوزك قال لا انا بقى مش هسمع كلامه اصبر علي يا استر رسلان رسلان كان قاعد مستنيها وكان متوقع شكلها الجميل في الدرس ده لكن فجأة شايف الغير متوقع شايف تالا المجنونة وهي لابسة عميس رسلان فوق الدرس اللي هو جايبه لها وبرده كانت مكسوفة وبصة في الارض وما كانتش قادرة حتى تبصله الرسلان كان مصدوم جدا ومش فهمة ايه اللي هي عملاه في نفسها ده وبعدين ابتدى يفهم ان هي مكسوفة قرب عليها وكانت طلعة زي الأمر على فكرة حتى لو لبستي الدولاب كله برضو زي الأمر انت اجمل بنوتة شافتها عنايا انا بحبك او يا تالا ومن اللحظة دي هم الاتنين بيروحوا لعالمهم الخاص اللي كله حبه ورومانسية في صباح يوم جديد والصبح هتقوم تالا من النوم هتلاقي نفسها في حدن الرسلان وبتحس قد ايه هو وحنين عليها وطيب كانت فرحانة فرحانة من كل قلبها وبعدين هتقرب منه وتتبع بوسة رقيقة على خده أما بقى الرسلان حس على طول إنها صحد وبعدين قال لها يا صباح الفل على أجمل تالا في الدنيا صباحية مباركة يا عروسة قوليلي انت عملت فيها ايه خليتيني أسعد إنسان في الدنيا أنا طاير طاير من السعادة سيطرتي على قلبي وروحي وعقلي أنا بحبك قوي يا تالا أنا اللي حبيتك وبحبك وهحبك يا رسلاني أنا فرحانة ومبسوطة لإني تجوزت أجمل وأرأ وأطيب وأحن راجل في الدنيا كلها وعدني إنك هتفضل كده تحبيني طول حياتي رد عليها رسلاني وهو بيقول أبا ايه رسلاني الجامدة دي عجبتني قوي حلوة قوي رسلاني قوليها على طول أنا رسلاني وبس حبيبك ووجوزك وأبو عيالك أيوة صحيحة إحنا نسيين حاجة مهمة قوي العيال بقولك إيه تسع شهور ويكون عندنا توقم فهمه؟ وكده توتة توتة وخلصة الحدوتة وبكده تكون نهاية روايتنا السعيدة يارب تكون عجبتكم أتمنى لو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة واتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل وكمان الرواية دي حلوة قوي ودخلت قلبي علشان كده متأكدة أنكم هتحبوها وأتمنى تشيروها على الفيسبوك وكمان مع كل أصدقائكم وكمان تشجعوني باللايكاتي كتير علشان تساعدوا أن الرواية تنتشر وتساعدوا غيركم أنهم يشوفوا الرواية الحلوة دي وعايز أقولكم أني بجد بحبكم قوي وألف شكر على التفاعل على كل قنواتي وما تنسوش تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتساعدني وأتمنى تقولولي يا طرح حبين القصة الجاية تكون بتتكلم عن إيه وحبين الأبطال يكون اسمهم إيه ألقاكم في رواية جديدة يا أجمل إخوات في الدنيا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر